اهلا بكم في لايف جديد النهاردة احنا معنا الدكتورة والاعلامية والفنانة الكبيرة مياري الببلاوي مياري الببلاوي عملت حالة كبيرة في الفترة الاخيرة ديت وشغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في احدى البرامج وعرض مشهد لها قديم او في بداية حياتها الفنية وبعد المشهد دوت او اثناء عرض المشهد ده النهارة طبعا وطلبت ان المشهد ما يظهرش رغم ان المشهد ما كانش مزاع للجمهور ولكن كان سبب ان نهارها ان في مخرجين ومصورين جوه الستوديو واكيد شايفين المشهد هنعرف قصة المشهد دوت وهنعرف ايه الجديد في موضوع المشهد الساخن اللي بتقول ادفع ثروتي كلها ويتشال مساء الخير يا دكتورة وكل سواح حركة طيبة سهلا من نور اهلا وسهلا بحضرتك واهلا من واقع الجمهورية وانتو منوارينيه نهار ده خبار حركة لا لا خبار حركة الحمد لله كل طمام الحمد لله معلش انا كل يوم بطلع للناس بالازدال عشان انتم بتقولوا يبقى عن صلاة التراويح انا عمليه بقى انت لنتو تطلوب نجي الحركة وعشان التراويح عشان ما ما تفتكيش الصلاة كل سواح حركة طيبة ورمضان كريم الله يسلم مشهد من اتنين وعشرين تلاتة وعشرين سنة رجع تاني اليومين دول والناس كلها بقيت تعمل سيرش عليه انت شايفة ان كان المفروض ما يتجابش سيرته او الحلقة ما تطرقش للمشهد دوت ولا ايه اللي حصل خلى الموضوع تاني اتفتح في اثناء البرنامج والله انا ما اعرف يعني عارف اللي هو انا خلاص انا نسيت الموضوع ده اصلا يعني جاهدت كتير قوي انه هو يتشال من على جوجل ومن وانا في امريكا نزلت وقابلت اللي هما المانجرز دولت وكل اللي طلبوه قلت اعمله معا ده الفيديو لاني بسرعة خفت اعمل الفيديو لانه لازم علشان المشهد ده او اي حاجة تتشال من على السوشيل ميديا لازم بتعملي تفويد لشخص يتعامل مع جوجل لما انا كنت في امريكا قالوا ان انا لازم يبقى مني لجوجل يعني احد من جوجل طب هل انا اقدر ان انا كل حياتي تبقى يعني انا لو فتحت الكاميرا بكلم اختي من غير طرحة هيشوفوني يعني لو انا مثلا قلت اي حاجة على السوشيل ميديا هتبقى عندهم فبصراحة انا لقت جدا لما قالوا لي لازم تعملي فيديو طفويد كامل لجوجل على انهم يقدروا يحزفوا او يضيفوا اي حاجة من عندك يعني انت حاولت انك انت تشيل المشهد الموضوع مش ماديا الموضوع ادبيا ويعني لأ خوف خفت خفت جدا قلت يعني ربنا علي ان انا تبتع الموضوع دوان وان شاء الله مفيش حد ابدا ابدا يعني يشوفوه خلاص يعني ده موضوع وانته فمن ساعتها بقى وانا قلت خلاص يعني بقيت فعلا لو حد عمل سورش بيشوف بقى برامجي يعني عندي خمس تلاف ساعة برامجية فاكيد الناس شافت برامجي كلها برامج في الله وكلها برامج دينية ومع اكبر شيوخ وبنقول فيها كلام نفيد الناس ونعرفهم دينهم الوسطي لانه احنا في مجتمع دلوقتي وفي عصر الرئيس السيسي فيه يعني تجديد الخطاب الديني بالوسطية بالبعد عن المغالية فاحنا ده 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 الشعار بتاعي ان انا فعلا مش زي ما الناس دخلوا يقولوا كومنتاتي ان انا اخوانية وان انا يعني موضوع دوت انا الحمد لله يعني انا جوز اختي شهيد 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 رامي هلال بتاع الامن الوطني والحمد لله وعمي الدكتور حزم الببلاوي يعني معروف احنا الحمد لله وطنية عائلتنا ازاي مناش في التاريخ الوطن اللي اللهم لك الحمد الحمد لله ميار الببلاوي معروف احنا بنتكلم الناس وقت تبتدت تدور على المشهد عشان رجع تاني فكرتوا الناس بي اثناء الحلقة انا فجئت انا بصة معرفش طرحة رغضة ازاي تفطق زهنها ان هي تجيب حاجة زي كم اعتبتها طيب بالحكس هي هي معاها فريق اعداد وبعدين هي اه خاصة ان قناة النهار ده بيتي ده بيتي عدت سناتين في قناة النهار وعملها وسلسلة حلقات في يعني انا اخويا لما توفى كنت على قناة النهار وعملت القصيدة اللي كانت فيها رسائل اخويا خدي رسائل اخويا على قناة النهار فكانت كل عملت شغل كويس قوي يعني عملت برضو اكت اول تريند في حياتي فده انا عملتها كتبتها كتبت القصيدة دي في القطر انا عارف ان لا 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 ميش فقناة النهار كلهم بيحترموني بحب جدا يعني العاملين هناك كلهم من اول الواقف على الباب الامن لحد مستر علاء الكحكي مستر جزوي الناس دي كلها ناس سابورت جدا قناة جميلة والناس عارفة قيمة النجوم اللي فيها وكانوا بيتعاملوا معايا يعني معاملة جمدة جدا والناس بتحترمي او يتخيل انا بقى فجأة كل الناس دي تشوف الكارسة اللي كانت عشاش بس كان سبب انهيارك داخل السوديو انهياري ايه بقولك انا والله يا جماعة الناس البتول علي يا اوفر الناس ما شافتش انا عملت ايه ده انا اللي انتو شفتوه على الشاشة لا ده بعد ما هديت هما كده هدوني كنت هديتي كمان كنا هوقفنا وهدينا وكل حاجة وانا كنت لسه دي الحالة يعني ده تابعات الزلزال مش الزلزال يعني مش عشان خطر ابنك بس ما شوفش مناشرد لا ده عشان خطر الناس كمان يلجوه لسوله طبعا طبعا انا ما بحبش يعني انا انا ما بسمحش شعرايا مني اتبان انا مش زي المحجبات اللي بينزلوا قصة ولا يعملوا شعبية لسه الناس بهدلتني على الميكب برضو بس يعني الميكب ده حاجة يا رباني سيحنا يغفر لنا عليها انا ما بقولش نايا صح بس دي من اساسيات شغلنا عشان الاضاءة وعشان كده عشان كمان عجزتك والتنخير ابنك بمداري شوية بس انتي بتقولي ان الميكب ده انت كنت بفرح مش عاملها عشان البرنامج لا 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 اصلا انا بطلع في برنامجي ما انا عندي برنامجي وعندي المكيرة بتعطي يعني المكيرة بتعطي مونة الجمل معي في اي حاجة فعارفك هي عارفة بتعمل وش ازاي بس دا كان فرح ويعني اللي هو دلعتي نفسي يعني حروم اي كان ما بتش حكي خلط انا زي اي حد بيروح فرح دا يعني لو مين لو اي واحدة في الدنيا حتى لو منطقة بتحط ميكب في فرح يعني انا بس اللي بيرجموني يعني اللي يا دكتور انت لكم كل احترام وتأدير واحنا عارفين شعبي دي كويس قوي احنا بنتكلم ان حاجة قديمة والناس يعني افتقرتها فابتديت تعمل سرش عليها وانت قلت في دلوقتي حاجة حلوة اوه عاوزك انت اللي تقوليها للمشاهدين انا اقول لكم البشرة المفاجأة الجميلة دي المفاجأة دي او انا انا انفجأة دي بختصت بيها بس الجمهورية النهاردة اوه يشكس محمد حلو عليا لانه اوه واحنا قبل ما ادخل المسجد اوه انا عماية لو بقالي ومين طبعا اكتئاب ربنا يعلم بيا نفسيتي زي الزفت علشان اوه كل ما يقولولي يقولولي ده 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 14 مليون سرش على محرك البحث جوجل على المقطع تخيل لو انا خد 14 مليون 14 مليون سيئة 14 مليون حد شاف الموضوع وبقى فيه سيئة فبتش عارفة اعمل ايه بصراحة فكانت كانت سبحان الله الحبيبتي يعني ربنا يخليها يا رب وخليها بنتها وربنا بستورها فوق الارض وتحت الارض يا امو العرض عليه لان الوسط ده فيه زي ما فيه ناس بتتميز بالندالة الشديدة والسواد الشديد جدا بسارقة بكل وسط وكل الدنيا في كل مجال او في كل الكرير من الشهور في كل البني ادمين وفي الوحش ده الانسان الواحد فيه جانب سيئ وجانب خير فلكن انا بصراحة بدرية طلبة امك جات عنا وامك العسل فنانة الجميلة الكوميديانة طلبة اه حبيبة قلبي من اول ما الحلقة اتزاعي من اول ما هي شافت الحلقة وهي ما اعدتش ثانية كأنها سابت كل اللي وراه وركزت وجابت اسم الواد ويلا ورشليه وبعتيله مسؤول عن واحد بعت لها اه قل لها لو كنت تعرفي مايار ببلاوي انا اه بشتغل يعني تكناشن معين كده واقدر اشلها المقاطع دي ده بجد اه من غير ما تعملي الفيديو بس تبعت لي صورة الباسبور و فقامت قلت لي مايار لقيت ليك الحل وبعتت لي وتبعت ومش عافية يا اكتب او اوي لا وانا قلت لي ايه طب بكرة علشان انا تعبانة ومش عافية دلوقتي يلا بصراحة انت مش عافية فانا مش عارفة قلها ايه ربا يخليها خلاص كده اه فجئنا بقا مش عارفة بارح مش عارفة مين بيقولي حد كلمني بصراحة بارح حتى كنت بسجل كنت تعيسة جدا انا خرجت من الهوى حد شخص عزيز عليها جدا انا يعتبر زي اخويا بزبط لقيته بيهاجمني لدرجة ان انا حستتنا والله مش بكي دموع بكي دم قلت له انت في امتين يغا تقال لي ايه الناس كلها شايفينك انت خليت الناس تبصة على المصطع وفي ناس اتهميتك فان انك انت اصدق ان تخلي الناس تخش وبص انا بو اتكلمك بصراحة ايه انا مش مش انا ده مش لسينة انا قبل كده قلت يا جماعة التريند ده محطته انا مبعديش عليها مليش دعوة بيها وبقالين اللي يركب التريند ده هينزل في محطة الفضائح انا مش عايزها في صراحة انا التريند بتاعكم خليكم تركبوه براحتكم ولا عمري ساعت ليه اقسم بالله ولا عمري بص هو تقريبا الحاجة اللي انت بتبقى مش عايزها بتجيلك يعني انا ببعد عن التريندات وببعد عن التركيبات ديت علشان خاطر يعني كده استعينوا القادة احاولكم بالكتمين فسبحان الله اعمل حلقة ابص الاقي حلقتي وصلت لسبع مليون حاجة سؤال واحدة اتصلت سألت عندي في البرنامج عملنا وقاله ده انت ركبت التريند ركبته والله رضي ولا ركبت حاجة انا بامش على رجل حدرك بتشتغلب بالضمير بتشتغلب عاوزة توصل مع علومة للناس ما ببصش للموضوع ده مش بص الموضوع انك انت تركبت ريند ولا ده 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 بعض الناس بتقول كده وبعض الناس بتدعي من انحاء العالم كله ان المشهد كان يتشل وانت في جد فرحتيني دلوقتي حدرك لما قلت ان المشهد تشل عن طريق طبعا اه طبعا ده حاجة بتاعت ربنا في الاول ربنا هو اللي عنده استاتر ربنا استاترني اللي هم لك فنانة الجميلة الكوميديانة بدريها اطلب وحنا الحبول لها كل التحية والتأديل والله كل صغير انا شوش حد في الوسط ابدا اتواصل معي عشان يقول لي كده غيرها بس ابدا ابدا طبعا الفانز بتوعي واللي عجبني اوي واحد من الباكستان اه كاتب كاتب لي باللغة الارضو انا مش بعرف اقراها فقام عمل زي جوجل ترانسليت فطلع على الحاجات بالعربي مع وجه امتحطتها في المراية عملت لها مراية عشو اعرف اقراها فلقيته بيقول يا اخت الفاضلة انا اخوكي من باكستان وقلت طب هو ده عرف منين يعني ده واحد باكستاني اتاريه بيشتغل في السعودية فهم قاعدين زي بالليل بعد الفطار فبيتكلموا فهو فهم منهم ان ده حاصل فدور علي وبعتلي على انستجرام وقال لي انا شاطر جدا في الحاجات دي وبص يمكن اللي هو الاخ العزيز اللي توصلت معايا من خلاله استاذة بدرية عمل الصح وتشغل المشد بس الاكتر ريبورتات الناس ده عيش اوه زي ما حاجة بتقول لو انا بس ردي بسيطة على حضرتك انت حاجة بتقول لي فيه ناس بتقول ان انا عملت هل في حد بيسعى للمعصية او بيسعى للفضيحة او بيسعى حتى ان هو حتى الترند اللي بيقولوا عليه ده اسعى بزنوب لا حول ولا قوت الا بلاي يعني التائب كمان لازم بلاي شو ده عارك تقول لي ان كنت اللي عاوزك تبقي ترند ممكن تبقي ترند بحاجات تانية كتير بدل مفضح نفسي وافضح ابني هو انا مش عاملة حاجة فضيحة هو في عرف الفن او ده تاريخ حرك عملتي واندمت عليه او ايو انا اندمت عليه بس هو في عرف الفن هو بالنسبة لهم لا ده مشهد ده حاجة يعني حد دلوقتي هيفضلوا يعملوه والحد قداما هيفضلوا يعملوه لكن انا بالنسبة لي دلوقتي بعد الثامت الديني وبعد القربي من الله لان منذقة اغترف منذقة عرف ومنعرف اغترف انت فرح ان برجي لحضرتك شوارك انا فرحت قوي انا لو كنت شفتنا النهاردة انا واخواتي في المسجد واحنا حوالي عشر بنات او حاجة كده واحنا بنسجد لله شكر لما عرفنا وكلنا ايه والناس فرحت جدا لان دخلنا وعملنا سرش من المشهد الحمدلله 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 احنا فرحنا ان المشهد فينا ايه تشيل ان انا عارف كاس او حرك المشهد ده كان نعملك مشكلة كبيرة قد ايه وقلت ان انا عند استعداد ادفع ثروتي كلها ومشهد ده يتشيل فهي جات الحمدلله اعرض المشهد ده تاني في الحلقة ده كان سبب برضو ان هو يتشيل صح صح كده اما بقولك عسى انت كراشين وهو خيره لكم ولكن برضو حضرتك دايما تقولي مثلا او بتجيبي سريط فنانية معينة وبتحجميهم والمفروض ان انت حضرتك برضو الناس دي محاكي في الوسط ايه انت اخيرا حجمتي حيفاء وهبة وهبي هاجمتي الهام شهين ايه ايه قلت برضو في بعض اللايفات اللي حركت اللي اعطيها مؤخرا ان الفنان الكبير عام منه صباحي الساعداني كان عاوز اشربك خمرة لا 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 انا قلت كده اما الايه اللي حصل لا انا قلت قالي اشربي حاجة تدفي جسمك رد اللي كان مع حدريك في اللايف قالك خمرة يعني قلت له لأ طبعا انا قلت له لا 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 انا قلتش كده هو انا يعني هو انا خوفت اقول هو قلت اشرب ايه لحسن كمان يقوله ما يرقلت حاجة بحاجة قلت تشرب ايه هو كان فيه القرفة بتتحط على الجنزبيل بطريقة معينة فبتسخن الجسم طيب ليه حدريك ما وضحتيش ده ما وانا خوفت يقوله القفة والجنزبيل ديت مثلا يعني بتسخن الجسم بحاجة تانية حدريك اكيد فاكرة اللي حصل بالزبط في اللايف وهو اللي كان بيسأل حدريك قالك خمرة يعني صح كده قلت له لا طبعا طبعا عمينا صلاح السعلم لا لا خرابي ده سين الناس كلها ربنا يديك الساحة يا رب ويشفيك واحمد ابني واخوية واستاذ احمد طبعا احمد السعداني طبعا عشان الناس بردو اللي داخلها بتتكلم لا الصباح السعداني قال لها اشربي حاجة دفيكة وكان يقصد ارفة بالجنزبيل اوه يعني حاجة تسخن الجسم عشان لما انزل فانا قلت له لا انا انا مهمنيش البرد ولا ايه ده الكلام ده فانزلت فانزلت لتشمك لسه شباب لأ 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 يعني فانزلته على المستشفى على طول على طول بقول لها حدرتك المية كانت عاملة زي طبقة التلج لزي الإزاز دي نزلت غيبوب على طول غيبوب وسبحان الله كانت السبب يعني انا عملت المشاة ده عشان يوصلني فيلم دي لو اتعرض عليكي انا عارف من المعروض عليكي مسلسل الفترة دي مسلسلات انا كانت الرمضان ما شاء الله تلات مسلسلات لو في حاجة برضو هيبقى فيها الى حد ما مشاهد مش طبعا زي المشاة الاخير بس في حاجة انت ممكن تعترض عليها مثلا لا مثلا انت بيقى باروكا مثلا ماهو ده انا عملته في مسلسلي اللي كنت عاملة في السعودية اوة سوبر اوبرا عملناه في السعودية ياهو والله ده انا بقيت زي مارسي دي المهم فلما كنا عاملينه كان يعني قومت با اكتر طريقة بس انت بتكرم برضو من تلاتاشر سنة برضو ما كانش وقر الايمان كده ايوة لا في من تلاتاشر سنة برضو عملت المسلسل وكان لازم المشهد هي نايمة وجودها بدخل اقتلها فمش تبقى ملابسة الحجاب وهي نايم خلاص يعني اضطريت هلبس باروكا وروحت با عملت العمرة واستغفرت ربنا وقلت لا انا مش هحط نفسي في الموقع ده تاني ابدا يعني حرج بترفضي حتى البروكا لا 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 البروكا دي مرفوضة تماما لكن انا باعرف اعمل حجابي بما يعني كنت باع المسلسل اسمه البنسيون كنت طالع بيتي بتشتغل في البنسيون فهي لابسة الاشارب وعملت فرتين ادي فرتون ده مش شعري ده اللي هو يعني انت فاير دي فطبع ان انا مش بقين حاجة مش شعري وحطيت فيها فشفيش كده اللي هي التوكت كتير دي بس بس كده فبقت حلوة انا بعرف بعرفة اتعامل مع الحجاب في الشغل في التمثيل زي ستات قدرة عملته كله والناس كلها بقت تقول بس الستات بقت كلها مهم العبيات اللي مش عارف ايه حبيبت ناس كتير قوي في الحجاب في العبيات في الاسدلات في الحجاب الحمد لله هجومك على الهام شهين برضو ملكيش دعوة بالدين خليكي في التمثيل تمام بص حديثك انا متى طوالتش على الاستاذة الهام شهين انا مروحتش عملت لايف من بيتي او روحت مثلا يعني طلعت ببرنامج مخصوصة عشان اهاجب استاذة الهام يا جماعة ده برنامج الاستاذة رغضة شلهوب تسألني وانا اجاو هل انا لما هي تسألني اقول لها ماليش دعوة انت ايه طبعا انا ايه اللي وداني يعني انا رايحة انا على فكرة عادي انا فرحانة جدا بحب رغضة جدا من المزيعات اللي انا بحبهم ولما قابلتها شخصيا لقيتها حتة سكر بني قدمة جميلة المقابلة حلوة لقيتها قرياني يعني كأنه واحدة ومزيع شطرة وزاكية ايوه بس عارف اللي هو ان كنت تكون واحدة بتقولي انا بقالي سنة عايزك تطلع معي بقالها سنة بتقرع عمار وبي بلاقي يعني ودرجة ان انا كنت اول حلقة تصور في البرنامج كنت اول حلقة في البرنامج اه سبحان الله فهي حبيبتي يعني بصراحة لا انا مبلومش على ايوه كله عملي يقولي المزيع وانا اسف ان يتشاط مش حضرتك الكومنت انا بقول لها حضرك اه يعني انت كنت ممكن رديتي بطريقة تانية اه غير انك انت تقولي اه ما تكيش دعوة بالدين خليكي في تنفيه في تنفيه في تنفيه طب مش انا لما اقول هي هي السؤال محدد يا سبع سمى يا سبع ارض لا فيه فيه وصل قالتلي لا ماينفعش قالتلي ماينفعش قالتلي ماينفعش حد التلعيزة عسامة اتنزيسة بقر يا سبت ماينفعش يقعد كده في الدور الرابع خمس اقتلي لا طب انا عاوز اعرف يعني مافيش مشاكل بينكم ومن الفنانة خلدي استاذة وعبقرية جدا بس انا ما بحبش حد يتكلم يعني في دينا يعني دينا خط احمر ليه ثوابت ليه نشيخنا الافواد اللي بتكلموا احنا عندنا الاظر اللي بيؤخذ منه ويعطى في العالم العربي والاسلامي كله فاحنا بنتكلم في ايه يعني يعني من تقول علي ايه فليتبوق موقعه من النار وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فانا انا خايف عليها يعني انا مش مثلا انا مين عشان الوم على لو انا بتكلم في الفن انا قزمة ولا انا ولا اسكر جنبها هي كفنانة لكن انا خليني في الدين لا انا واحدة معايا دكتوراه في الخطاب الديني وعارفة كويس ان من قليات الخطاب الديني او تجديد الخطاب الديني استخدام رموز معينة لاقناع الناس بالفكرة الدينية او بالمعلومة الدينية مبسطة فاستخدام الرموز فانت لما تكوني رمز وتكوني قدوة والناس كتير بتحبك وتتكلمي في الدين اصفى يا ربي ولا مش قصدي بلا علم الى حد ما او بهوى معين وتخبطي في الشيوخ انا اياكم ولحوم العلماء فانها مسمومة حتى لو الشيخ ده او العالم دوت تجاوز بحاجة مش منطقية او مش متناسبة مع حضرتك لا معلش خليك اتكلمي في الفن انا عدس معك ومش هفتح بقي اتكلمي في الموضة اتكلمي حتى في السياسة لان هي كليها بعض السياسة كتليك الاوصى ما حد تتكلميش في الدين ايه دي نقطة الاخلام بس بس لكن هي لها كل الاحترام التقدير استاستي واستاذ اجيال وست بتمثل مصر في المهرجانات العربية والعالمية وبتاخد جواز انا لا اعيب عليها مليش دعوة لكن ما تتكلمش في الدين بس مرضو احنا مش هنقول الحدي اتكلمات اتكلميش بس انت انا انت بس انت يردك علي سوال في الحلقة فهو اللي خليك قالت كم ايوه قلت يا جا مع له سمحت ومش هي بس اي حرت اي حيبت اي حيح اللي ما يعرفش حاجة او مش خبير في الدين ما يتكلمش في الدين انا مقدرش اتكلم في حاجة اللي ما ارجع لكتبي وارجع لشيوخي الاكبر مني ده حقيقي فعلا لكن انت ما تقصديش طبعا هجوم ولا اي حاجة ما يربي بلاوت دكتورا ما يربي بلاوت تقديوها ازاي فرمضان والله يوم يا اخوان الله او مش كده ما انت الحمده متكلمش استاذة ليلة عيلو استاذة ليلة عيلو استاذة الهم خلاص لا والله انتو انا انا كويس ان انا ممكن ترجيه كلمة للفنانات مصر او الفنانات ان انت جيبت السيروتوم وممكن يكونوا زعلانين منك او لا انا عايز اتكلم دلوقتي والله ويسا حدثتك معي دلوقتي والجمهورية طبعا لها ثقلها الاعلامي فانا عايز اقول لكم يا استاذة ليلة انت حتى انا بحبه جدا وطبعا حضرت القيمة وقامة وانا اسفل كنت زعلت مني لكن والله العظيم انا بجاوب بما يردي ليه وانا ده يمكن انا مندفع في الكلام بس كمان انا بجاوب بما يردي ليه انت حبيبتي وانا طول عمري بحبك كمموصلة ويكون نفسك بتحبيني زي ما بحبك يعني يعني فعلا انا بحبك جدا بحبك في الله وبحبك يعني بحبها بحبها دورها بحب تركيبتها بحب جمالها بس بس طبعا طبعا بس المشكلة فيها انها بتحبنيش وده واصلني من ناس كتير معرفش ده صح ولا لأ بس ان انا كمان لمسته فمعليش هزعليش ماني اما اما الساروخ على رأي بني الاستاذة هيفاق واهبي اللي خلت الجمهور اللبناني كله ويحبنيش ودخليني يشتموني ويضع علي ويبهدلوني ونزدلولي على الموقع بتاعت لبنان اللي قالتلي كده ملكة جمال لبنان كانت معايا في مسلسلة كانت معايا في مسلسلة بتاع السعودية ايام السرب كانت معايا في ايام السرب كان معايا ملكة جمال لبنان ملكة جمال الجنوب لبنان كلمتلي شو هده اللي سوتي يا ماير شو اللي صار قلتلي خدي بعتتلي بقى مقاطع منزلي بقى مقاطع في الميديسكو كلها طبعا نجابه المقطع قبل ما يد بس الحمد لله لما بعد طول خلاص ما بقاش موجود حتى لو حد مش هيره هو اتدلت حتى لو حد مسيفه كفيديو اتدلت اللهم لك الحمد الحمد لله فهي قالت لي ايه ده ده اللبنانيين عاملين عليك كيكة فكلهم ازاي 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 كتكلمتي على على استاذها هيفاء واهبي في حد من وقع له احنا بعثنا لهايفاء واهبي ما ردتش اه طبعا ما تردش دي صاروك ترد علي فين انا غلطانة ان انا بس انا والله يا جماعة بتكلم من حبي ديكم في الله انه لو يمكن انا طريقتي في الخطابة غلطة بيبقى الدكتورة بتاعتي يغضاك وفتولاي لانه انا عايز اقول له عارف لما تكون ابنك او بنتك او صاحبك بيحط ايده على شمعة فبتعمل ايده كده انا مش باملك ان انا ده اللي تقصلي انا اسف طبعا نقول له حضرتك يعني استحملها منك فيها فوية شوية في طريقة كلمك فيه اندفاع او فيه اندفاع في طريقة كلمك على الوسط الفن فده اللي ممكن يزعل حد من حد ما قدرش ازعله خلص حرك وضحت دلوقتي سواء الفنان الراعيه والفنان الالهام الفنانين كلهم اللي حاجة بتصرفهم طبعا انت بس غيورة شوية على ديني الدكتورال اللي حرك واخدها ففهم حاجات كتير وعارفة الكلام عنها بيبقى ازاي اي فبش عاوزة الناس ديت او شبهتي ابنك لما بيجي يحط يده على الشمعة بتحاول تبقي دي شوية على الشمعة وانا عارف ان هم طبعا كل الناس هتتفاهم اللي حرج وتقولي يا رب خاصة نحرك حد من الناس المحبوبة ولا حرج ولا علاج ولا حرج برامج حضرتك يا ربي ايه برضو ما قلت ليش يوم تبقيه ازاي او اليوم بقى بص هو اليوم في مصر صعب لكن في الحرم كان بيبقى جميل يعني احنا في الحرم تقريبا نكونش بنعرف ننام يعني احنا بص اليوم هقولك بيانتهي ازاي عشترافة ببتدي ازاي احنا بنمشي من الحرم الساعة مسلا ستة او سبعة الصبح بعد بنصلي الدوح باخر طواف وبنروح بننام من سبعة لحد الساعة اتنشر بنصحى الساعة اتنشر نصلي الدور نصلي الدور انا بس انا كنت الله يرحمه يا حبي بتقلبي ماما نصلي جماعة وننزل للحرم بننزل الحرم بعد العصر وفاة والدتك اثرت في حضرتك جامد فالله يرحمه يا ربي النهاردة النهاردة كل المسجد كان بيت علا بنبكي والله فالحمد الله فايه اللي حصل بنمشي بعد العصر نروح على الحرم عشان نلاقي مكان بقى فنصلي المغرب ونصلي العشة وبعدين بنصلي التراويح وبعد التراويح بنخرج ناكل اي حاجة بسيطة او بنكون جايبين اكلنا وبنعد بقى فالحرم بلاقي انك لو قمت بش هتلاقي مكان نعد لحد التهجد بنخلص التهجد وبعدين انا بصراح كنت بحب الموضوع ده ونخلص التهجد كان بيخلص يا دوك نصلي الفجر واخو ببعدي واطلع التنعيم يعني بيبقى الدنيا هادية بقى وبيبقى وقت حلو اروح التنعيم وارجع بعمرة اطوف واسعى بقى صليت ضحى ببقى طبعا التهجد استنى بيبقى فالحرم البرنامج بتاعي كان الاول من واحدة الاثنين دلوقتي يبقى من اربعة الخمسة فبقى عندي مساحة من الوقت بصحى الصبح صليت ضحى واعد بقى اكعب الكده في البيت زي اي ست في الدنيا اطلع بقى حاجات من التلاجة واشوف البشا محمد هيفطر ايه وكده وادر قلاني شوية وبعد كده هوت بتجيني المكيرة بتاعتي تعمل المكياش واروح القناة بس بكون طبقت بقى وبعد كده هوت اروح القناة وبخلص بيجي بنفترنا ومحمد بعد كده بودعه بقى مهرفش عنه حي بنفضل بقى في المسجد من المغرب بيبقى عندنا نية الاعتكاف بناخد نية الاعتكاف بنخرج بقى بعد الترويحة بيبقى جميل بصراحة رمضان جميل بس لغت عزم ولا بعزم عشان محدش يخدني من الوقت يعني بس بصراحة بعليه ثلاث ايام بدوني عندي طبعا تريند ثلاث ايام الحمد لله بقى النهاردة هوت خلاص المشهد اتشال الحمد لله عشان محدش اللي اعوز دور يدور الحمد لله خشوا براحتكم الحمد لله التاريخي الاسود اللي كان مدياني اتحذف خالص يا رب عبال باية المشاهد ان شاء الله في مشاهد تاني برضه عوز المسحة اتمسح 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 لا لا مفيش حد هيدور ولا اي حاجة والله ربنا يعزكم ده انا بشكركم كل دخل وشاف المشهد وعمله عشان كده تشال بقى سرع من الولد كان شاب يعني مش عز اقول ولد الشاب اشتغل عليه واشتغل واحد يمني برضه قال لو تشوف المسيجات يا قصة محمد قلبك ينشرح قد ايه الناس دي؟ ده كان سبب مقائك من الفرحة بعد حاسف المشهد النهاردة بقولك كنت دموع كده دموع الفرحة جميلة جميلة احلب كتير من دموع القهرة اللي كانت 8 يومين الدكتورة مارير ببلاوي معروفة طبعا دكتورة كبيرة ولها شأنها ربنا وفائك في اللي جاي كله وبتناني لحضراتك الخير كله وكل سنة وحارك طيبة ورمضان كريم كنت مبسوط ان حارك دي فالنهاردة شكرا لك دكتورة حابة تقولي حاجة تانية حضراتك عايزة اقول بس لو سمحتوا الناس اللي كان بتهجمني على حاجات كتيرة جدا انا مستعلقة منكو انا مسامحاكو واني تصدقت بعردي على من اداني دايما الواحد يقول كده يعني انتو اي حد يجي عليكو اقولوا كده وشكرا على الحسنات اللي انا متعبتش فيها الكلام اللي تقال علي لكن عايزة اقول لكم في الهاية اللايف الجميل ده معصر محمد وموقع عريق زي موقع الجمهورية احنا في رمضان وربا صائم ليس له من الصيام الا الجوع والعطش فانا مش عايزة بالسبب انتو اشتموني بعد رمضان بس اخف شوية لان رمضان الزنوب بتتكسر فلو سمحتوا حتى مش مير اي حد يدخل على السوشال ميديا وانت بتكتب اعلى من النقديك دي هتشهد عليك يوم القيامة وفي هنا رقيب وعتيد نسأل الله العفاق انا باشكر حددك يا دكتور شكرا المشاهدين ومتابعي الجمهورية والعين